المواجهة بين إسرائيل وحزب الله اللبناني عند أقرب نقطة من الحرب الشاملة المعلقة فهل تنجح الدبلوماسية في نزعفة تيلها؟ الحكومة الإسرائيلية تقول إنها تفضل الخيار الدبلوماسي لكن وزير الدفاع يواث غالاند شدد في المقابل على أن إسرائيل متأهبة للسيناريوهات كافة وأنها قادرة على إعادة لبنان إلى العصر الحجري في حال اندلعت الحرب مع حزب الله لا تريد واشنطن للمواجهة بين الجانبين أن تمضي نحو السيناريو الأخطر لكن مساعي إدارة بايدن الدبلوماسية الحثيثة إلى الآن لم تحقق أي خرق يضمن تبريد الحدود بين إسرائيل ولبنان والسبب في ذلك وفق مسؤولين أمريكيين هو ارتباط هذه الجبهة بالوضع في غزة وسط كل هذه التطورات طمأنت الإدارة الأمريكية إسرائيل بأنها لن تتركها مكشوفة أمام حزب الله وتعهدت بتزويدها بالدعم الأمني اللازم في حال مضى التصعيد نحو الحرب المفتوحة بيد أن لدى واشنطن مخاوف حقيقية من أن تتغلب ترصانة حزب الله العسكرية على الدفاعات الجوية الإسرائيلية بما في ذلك القبة الحديدية الدبلوماسية تسابق النار والتحذيرات الدولية تعلو من مخاطر انزلاق التصعيد بين إسرائيل وحزب الله إلى مواجهة شاملة فقد حذر منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة مارتن جريفت مجددا من أن اتساع رقعة الحرب من غزة إلى لبنان سيكون أمرا مروعا والمخاوف هنا وفق المسؤول الأممي ليست مرتبطة بجبات لبنان فقط بل إن حربا ينخرط فيها لبنان قد تجر سوريا وإيران وأطرافا أخرى مما قد يقود المنطقة إلى مصير مجهول موسيقى